كابت القطيب طلب من المسؤولين عن الملف المدير الفني الجديد التكتم التام التام عن اسم المدرب اللي بتفاوضوا معه بتكلم مع مين؟ بتكلم مع خاد مرتاجي وأمير توفيه وحسام غالي مع حفظ الأرقاب للجميع وقال لهم ان الموضوع لازم يبقى سري للغاية عشان كده النهاردة أنا وزميلي في الاعداد لما حاولنا نجيب اسم المدرب كان فيه تكتم عليه كبير جدا كان سهل جدا بصراحة شديدة نجي نقول لكم 5-6 اسماء مدربين ممكن يبقوا مرشحين بس 5-6 اسماء المرشحين دول هي مجرد اسماء احنا بنتدولها مع بعض في الاعلام بس النادي الاهلي حرفيا متكتم تماما عن اسم المدير الفني وممكن يبقى اسمه مفاجئ للجميع مش المطروح تماما على الساحة الاعلامية وإن كان وإن كان كلام كتير ان ملف قلوس كيروش تقفل أنا بأكد حرارتكم أن ملف قلوس كيروش ما تقفلش وراجل لسه ما رفضش تدريب النادي الاهلي هو الراجل لسه هيجي مصر وهيقعد يسمع العرض ويتفاوض ويفكر بس ما قفلش الباب تاني قلوس كيروش ما قفلش الباب هتقول لي عدم عنان كالوس كيروش هدرب النادي الاهلي لا طبعا بس الباب مش مقفول الباب لسه مفتوح لكلوس كيروش المدير الفني السابق أو الأسبق بقى ليه منتخبنا الوطني